عندما تتشابك المواقف وتتعقد وتحاول بعض الأطراف بعضها مع البعض الآخر أن تنتج جريمة منظمة تريد أن تخفي آثار هذه الجريمة هنا لا بد من لغة صريحة وواضحة وأشد وضوح في مخاطبة الموما إليهم وغيرهم خصوصا أنا قلتها وأكرر القول نحن نعيش في زمن الكذبة الكبرى نحن نعيش زمن الكثير يحتمد الخداع والتضليل للعبور إلى الضفة الأخرى والبعض وهذا البعض الذي أسميه ظلا يعتقد خاطئا واهنا أن هذه الشعوب غبية لا تفهم ما يجري ويعتقدون أنهم يمررون مثل هذه السياسات على هذه الشعوب نقف مع الآخرين ونتحاور ونتساءل بمرارة دولا محترمة لها وزنها ولها ثقلها ولها امتداداتها ولها تاريخها عندما تريد أن تحقق أجنداتها الخارجية وأحلامها وتوسعاتها في المنطقة على حساب هذا وعلى حساب ذاك تلجو إلى مجموعة من المرتزقة والشواذ والقطيع الضال وأبناء الرايات الحمر في سفك دماء الشعوب وتدميرها وإهانتها لأن هناك قادة قد أصابهم الخرف وما زالوا يعيشون في زمن الماضي بالتوسع على حساب هذا وعلى حساب ذاك معقولة وبعضهم له تاريخ في الإسلام تعتمدون على إرهابيين وعلى مجموعة من القتلة ومصاصية الدماء لتحقيق هذه الأحلام أي أحلام مريضة هذه التي تحققها شعوب على حساب شعوب أخرى من خلال مجموعة من المرتزقة والقتل ومنظمات متطرفة لا تتلك دينا ولا إنسانية ولا انتماء ولا شرفا فكيف بالذي يتعامل معهم الشعوب التي تريد أن تغير حاكما والله أنحني لكل دولة ولكل قائد يشعر بأن هذا الشعب قد ظلمه حاكمه ويعين هذا الشعب على أن ينتفظه ضد هذا الحاكم فلعمري هو رجلاً قد خرج من صلب أبيه ورضع من صدر أمه لكن الشعوب الآن بدأت تخاف من التغيير الذي يأتي من قبل هذه الدول التي ترى منظمات إرهابية ومتطرفة لأنها أقول لك يقولون نعيش في ظلم هذا الحاكم أفضل من التغيير الذي حصل هنا وحصل هناك المنطقة بعد أحداث السورية تشتعل برمتها وكل الذي نجده أمريكا تتهم روسيا روسيا تتهم تركيا تركيا تتهم إيران روسيا مع سوريا وهكذا هذه هي التصريحات أنا لست مع حاكماً بعينه والعراقيين يعرفون هذه الحقيقة أنا مع الشعوب التي تتدمر مع النساء التي تقتصب مع البيوت التي تهدم مع الأطفال التي تشرد مثل ما حصل في غزة ومثل ما حصل في لبنان واليوم يحصل في سوريا وقد نصحوا غداً ونجدوا أن هناك بلداً آخر قد انتهاكوا الإرهاب وساعده هذا وساعده ذاك أية أحلام هذه التي تراهنون عليها وأي دم ستتحملونه يوم تنشر الظلمات والله لو تطهرتم بماء زمزم ولو وضعوكم في حوض الكوثر على أن تتبرأوا من هذه الدماء وهذا الظلم فوالله لا مرد لكم يوم القيامة اشتركوا في القناة